أعلن البنتاجون توقيع أمر انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا وهم الذين تم نشرهم للمساعدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية يأتي هذا بعد أعلان الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان أنهما اتفقوا في اتصال هاتفي على تجنب أي فراغ في السلطة بتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا إلى ذلك أعلن ترامب أن باتريك شنهان مساعد جيمس ماتيس المعترض على الاستراتيجية الجديدة للإدارة الأمريكية سيخلفه وزيرا للدفاع بالوكالة بدءا من مطلع العام المقبل وذلك في موعد أقرب من المتوقع يختار ترامب طريقه الرئاسي بعناية في رأسه ميزان يكيل به الربح والخسارة ماتيس كان صفقة رابحة اليوم لم يعد كذلك آخر العسكريين يرحل عن فريقه ترامب يبدو سعيدا تغريدته تلخص ذلك سريعا وجذ بديلا له باتريك شنهان سيخلف ماتيس بالوكالة مع أول يوم في العام الجديد وليس في شهر فبراير المقبل كما كان مقررا ارتاح ماتيس من عناد ترامب وربما ارتاح ترامب من صداع وزيره الرجل كما يعرفه كثيرون ظل الوحيد الذي يقف في وجه رئيسه يعارضه علنا ويختلف معه في قضايا كثيرة بهدوء أطفأ ماتيس شرارة حرب مجنونة كاد ترامب أن يشعلها مع رجل السواريخ أو قد بدلها شعلة سلام وبرحيله تخشى سيول وتوكيو أن تنطفئ في سوريا حرب التوازنات لم تنتهي وقرار الانسحاب المبكر أغاض ماتيس وأيضا الحلفاء وبشأن حلفائنا الأمريكيين آسفوا بشدة على القرار المتخف بما يتعلق بسوريا هنا أود أن أعبر عن تقديري لجنرال ماتيس وقد كان يذكرنا دائما بأهمية أن أكون حلفاء انتهازيون هكذا هي نظرة ترامب للحلفاء قراره المفاجئ بالانسحاب من سوريا صدم الأصدقاء والحلفاء إسرائيل ستواصل عملياتها ضد التموضع الإيراني في سوريا وستوسع نطاق عملياتها إذا اقتضت الحاجة حدية عيد ميلاد لم تكن في الحسبان هناك من سيستفيد من الفراغ الأمريكي في سوريا وهناك من سيسده حتما تركيا تعزز وجودها بالشمال السوري نوسيا تبدو منتصرة والعراق يخشى أن تنفتح عليه أبواب الجحيم مجددا الحرب في سوريا وغيرها لعبة يكتفي ترامب بالتفرج عليها من بعيد ربما سيتفرغ لحروب لا تقل أهمية السياسة أيضا حرب والتجارة كذلك كثيرة هي الجبهات التي فتحها ترامب على نفسه وضحها بوزراء ومسؤولين كثر دون أن ينتصر في واحدة منها بما في ذلك جدار المكسيك الذي سد الحكومة جدد رئيس تركي رجب طيب أردوغان تهديداته للفصائل الكردية في سوريا وأرسلها تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود الجنوبية لبلاده استعدادا لهجوم يحتمل أن تشنه بلاده بعد الانسحاب المرتقب للجنود الأمريكيين من شمال سوريا طبعا وبحسب وكالة أنباء الأندول فإن قافلة عسكرية تركية تضم وحدات مختلفة من القوات المسلحة تم نشرها في منطقة البيل الحدودية في محافظة كيلسا وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية أيضا إلى مدينة أقجا قلعة وقضاء جيلان بنار في محافظة شانلي أرفع ينضم إلينا من اسطنبول سيد حسين عبد العزيز الكاتب الصحفي أهلا بك سيد حسين إلى العربي اليوم إذن البنتاجون يوقع بشكل رسمي على أمر انسحاب الجنود الأمريكيين بعد أن كان هذا الموضوع أخذ في أخذ ورد حوله وحول مدى إمكانية فعلا تطبيقه الآن السؤال الذي يطرح نفسه الآن الحديث عن تجنب أي فراغ للسلطة تحدث عنه تراب برأيك من الذي سيملأ هذا الفراغ هل تركيا التي تجنب الآن تعزيزات عسكرية أما النظام الذي أيضا يقوم بتعزيزات عسكرية مع إيران وروسيا مساء الخير بداية الحقيقة يعني الوضع معقد في الشمال السوري إلى الآن من الصعب يعني وضع مخطط مسبق وتكهم بما ستقول إليه الأمور الاحتمالات كلها مفتوحة وإن كانت تركيا لديها اليد الطولة وهي المرشحة الأقوى لملء الفراغ ليس فقط بسبب المكالمة الهاتفية والتفاهمات التي جرت بين ترامب وأردوغان وإنما بسبب الحضور الجغرافي الكبير لتركيا في الشمال نحن نتحدث عن 900 كم من الحدود فضلا عن أن تركيا تسيطر على شمال إدلب وعلى منطقتين عفرين ومنطقة درع الفرات ولديها القدرة على الهيمناء وعلى ملء الفراغ في الشمال السوري من أحد السيناريوات المطروحة أن تدخل قوات التركية يعني بعمق 15 إلى 20 كم وأن لا يتم فيها نشر قوات من فصائل المعارضة كما هو الحال في عفرين ومنطقة درع الفرات لأن لا يفهم من ذلك أنها محاولة للتوتر وحاولة لإعلان الحرب لأن هذه المنطقة يجب أن ننتقل إلى مرحلة استاتيك ومرحلة هدوء ولذلك يجب أن تكون القوى المنتشرة ليس لها خلاف وتوتر مع قوات الوحدات التربية ولذلك المرشح الأكبر ولذلك تحركات القوات المعارضة المدعومة من تركيا بدأت الآن تتحرك أيضا باتجاه مناطق في شرق نعم ستتحرك إذا ستشارك بالعملية العسكرية لكنها لن تبقى دائما في هذه المنطقة نحن نتحدث من منبج إلى عين العرب كوباني إلى شرق الفرات يعني طل أبيض وربما الحسكي هذه المنطقة لا أعتقد أن الفصائل الحر المعارضة فصائل معارضة ستنتشر على الأغلب ستنتشر بها قوات بشمرقة روشوفا وبعض العشاء العربية على رأسهم قوات أحمد الجرباء لأن هاتين القوتين ليست لديها خلاف كبير ولا توتر ولا صراع عسكري بينها وبينها الوحدات الكردية فضلا عن أن هذا هو طلب أمريكي وهذا الموقف الأمريكي الذي عبر عنه منذ أسبوع تقريبا جيمس جيفري أعتقد هذا السيناريو مطروح بقوة لكن الروس اليوم والإيراني والنظام يلعبان على معادلة أخرى وهي وصول النظام إلى الحدود الشمالية مع تركيا وتركيا أعلنت أكثر من مرة خلال أشهر ماضية أن النظام إذا ما وصل ليس لديها مشكلة المهم هو أن تتعد القوى الكردية لكن هذا الخيار سيكلف الأكراد تكلفة كبيرة جدا لأن النظام سيكون محاصر لهم من الشمال ومن الجنوب وبالتالي سيفرض عليهم شروطه التي لا تقبل بأقل من إعادة السيطرة على كافة الأراضي التي تسيطر عليها قصات وإرجاء مصير وحدات الكردية إلى وقت لاحق وأعتقد هذا بالنتيجة إذا ما تامي انتحارا سياسيا وعسكريا إلى أي درجة القوات السورية الديمقراطية بعمودها الفقري من الكردي سيقبل بأن يخضع لهذه المعادلة النظام مقابل عدم التواجد التركي في تلك المنطقة من الواضح سيدتي هناك انقسام داخل القوى الكردية بعض التيارات تريد الانفتاح على النظام والتفاهم مع دمشق على اعتبار أن التفاهم مع دمشق يمكن الوصول إلى حلول وسط تسليم بعض المناطق للنظام الوصول إلى الحدود التركية أعطائه بعض الحقول النفطية في دير الزور إعادة ترتيب لوجود النظام مع الحفاظ على بعض القوى للوحدات الكردية في الشمال الشرقي والنقاش فيما بعد على موضوع لا مركزية هذا الرأي لكن هناك تياري يعتقد أن هذا الاتجاه سيؤدي إلى خسارة كبيرة وبالتالي يجب على الأمريكي الآن أن يعيد ترتيب المنطقة صحيح أن الولايات المتحدة قررت انسحابها عسكرية لكنها لم تنسحب الآن المشهد العسكري يعني ما تزال هي تمسك بالأوراق ما تزال جزء من التحالف الدولي ما تزال هي ضابط الإيقاع وأعتقد أن واشنطن تريد مع تركيا إيجاد ومع روسيا أيضا إيجاد حل وسط يقبل به الفرقاء جميعا هذا الحل أعتقد سيكون لتركيا الدور الأكبر فيه أشكرك من إسطنبول حسين عبد العزيز الكاتب الصحفي